اليوم راح العدسة أو الكاميرا الإلهية تخذنا من المنظر العام إلى المنظر الخاص نروح مع بعض إلى جنة عدن المسكورة في سفر التكوين أصحاح ثلاثة ماذا حدث في جنة عدن؟ الأحداث بتاعة أصحاح ثلاثة يأسيس نظار في منتهى الأهمية لأنه بتورينا سقوط الجنس البشري في الخطيئة ونتائج الخطيئة على العالم كله وكمان بتورينا خطة الله للفداء فهو أصحاح رائع وهم جدا عشان كده في محاربات كتير قوي حوالين هذا الأصحاح زي ما حضرتك قلت في المقدمة ده أول سؤال وجهه الشيطان إلى البشرية ما كانش سؤال عن الحالة الاقتصادية أو الحالة العلمية أو الحالة الجغرافية السؤال ده كان يشكك فالله أحقا قال الله بقى صحيح كلام ربنا ده مظبوط ولا لأ ومن هنا ده نفس السؤال اللي بيواجهنا في القرن الواحد وعشرين واللي كان عبر العصور موجود والسؤال الأول اللي منلاقيه في إنجيل متى أين هو المولود ملك اليهود فدول السؤالين سؤال من المجوس اللي جاءوا من المشرك بالضبط كده عشان يحل مشكلة تكوين أصحاح ثلاثة وسقوط الإنسان أنا ذكرت أن أول جملة نطق فيها الرب وقال الله بالضبط ليكن نور أول جملة نطق فيها الشيطان أحقا قال الله إيه اللي ممكن نستفيد أو ناخده من هذه الأقوال بالضبط الشيطان عايز يشككنا في كلام الله عايز يشككنا في الكتاب المقدس الكلمة المكتوبة وعايز يشككنا في الكلمة المتجسد الرب يسوع المسيح فكل وظيفة الشيطان أنه يشكك الإنسان في الحقائق وبالتالي يقدر يعرض عليه الأكاذيب بتاعت الشيطان ويمثلها على أساس النهية دي الحقائق وبكده نقع في الخطيئة ورفض الله زي ما نشوف في أصحاح ثلاثة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر